موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال عز من قائل وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بعد أن نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وجنده وكيده لم يشكر هؤلاء نعم الله عليهم بل خالفوا نبيهم موسى عليه السلام وتعنتوا وأساءوا الأدب معه فعوقبوا بالتيه وهو دخولهم إلى مكان في الصحراء لم يعرف طريقا للخروج منه مدة أربعين سنة وكان سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام لتعليمهم وإرشادهم وإرشادهم الله تعالى كي يرزقهم ماء بعد أن اشتد الضيق عليهم دعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فأجابه الله تعالى وأمره بأن يضرب بعصاه التي معه أقرب حجر في أرض الحجارة وكان من رخام فضربه عليه السلام بعصاه فتحققت معجزة عظيمة له وسال الماء ثم تفجر مثل الأنهار وكان كل يوم يشرب من هذا الحجر ستمائة ألف إنسان بقدرة الله تعالى وكانوا يمتدون إثني عشر ميلا بكثرتهم وكانوا يشربون من الحجر ويأخذون ما يحتاجون إليه فإذا أرادوا الوحيل عن المكان الذي هم فيه إلى غيره توقفت المياه عن التدفق وأمسكت لم يطل وقت الوخاء طويلة إذ بدأ بني إسرائيل بالتململ والتساؤل فقالوا إن فقد موسى عليه السلام عصاه متن أطشا فأوحى الله تعالى إلى موسى ألا تقرع الحجارة بالعصى ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتبرون فصار موسى عليه السلام يخاطب الحجر فتتفجر منه المياه كالأنهار ثم عاد بني إسرائيل إلى تخوفهم وتضجرهم وقالوا كيف بنا إذا مضينا إلى ناحية ليس في حجارة وكلها رمال فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يحمل معه حجرا معينا وكان موسى عليه السلام يحمل هذا الحجر في جعبته فصاروا إذا احتاجوا إلى الماء وضعه نبي الله موسى عليه السلام على الأرض في وسط محلتهم وضربه بعصاه فينبع الماء بغزارة فإذا فرغوا ضربه مرة ثانية فينقطع الماء ولقد كان الله تعالى قادرا على أن يروي بني إسرائيل بدون حجر ولكن أبرزه لإظهار أثر المعجزة فيه وليكون لموسى عليه السلام فضل عليهم اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاخفر اللهم لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر